اهلا بحضراتكم من جديد متواصلين ومعنا هذا السرد الرائع الحقيقة من الأستاذ إبراهيم الكفراوي أستاذ إبراهيم قلت لك قبل الفاصل كابتن محمود الخطيب في صيف 2017 بيلتقيك عندك السادات تخدم النادي الآل في الفترة الجاية ولا لا ممكن تبقى معنا ولا لا هضايك رحبت بدأت الانتخابات نجحت القايمة بالكامل وصارت الدورة حتى شرفت على النهاية في أيامها الأخيرة دلوقت الحمد لله وأعتقد أنها من أنجح الدورات في تاريخ النادي الأهلي كإنجازات على جميع العصايدة القروية الحمد لله كان فرقة القرى وعيد تشكيلها هكيد هنيجي على كل التفاصيل بتاعة الأربع سنين لكن أنا زي ما جيت بداية ونهاية البداية كانت هذه المقابلة في صورتك العذاب في صيف 2017 والكلام الأخير لكابتن محمود الخطيب ليك بشأن الانتخابات اللي جاية الجلسة فين وإيه اللي حصل فيها لأن دي لحظة مهمة والله يا كابتن محمود كلمني يوم الأربع إبراهيم أنا أعايز أعود معاك أنا ولجنة الحكماء أعزين نعود معاك إحنا محتاجينك في منصب معين في النادي الأحلي بعد كده أنا عشان تبعارف أنا يعني الحمد لله الحمد لله أنا أشتغلت كويس قوي فأشهادها بعتز بيها ويمكن في ندوة من ندوات برضو كابتن محمود في الندوتين اللي قال لهم شكر وأثنى على الشغل الحمد لله اللي واحد عمله صحيح وحتى قال يعني في الندوة أنا لما احتجت حد قائم بعمل المدير التنفيذي اخترته هو اللي فكان فكري أنه ممكن يبقى منصب آخر داخل مجلس الإدارة لأن بعض الزمله يعني وده من شهادات الزمله وكلام الزمله لك لا ده كابتن هيحطك وبعدين يحط القائمة فكان этой اتجاه كده وكنت شايف ان خلاص مش وقابلت bandsتقول نائب ولا أمين صندوق نائب ولا أمين صندوق او في أي مقعد، لكن ممكن كنت أفكر فا نمين صندوق لأني ادي طبيعة شغلي طبيعة شغلي في البنك اللي بشتغل فيه أنا أأمين صندوق البنك اللي بشتغلك كمان فكنت رايح وقابلت كابتن محمود بالليل في حفل التكريم كابتن حسن حمدي ودكتور حسن مصطفى وما فيش خانس بس جالي تاني يوم تليفون طبعا للأسف كان دخل المستشفى وجي كلمني أحد الأعضاء الكبار في النادي وقال لي كابتن محمود حصل كذا 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 طب تحب نأجل الأعداء ونأجل هاش وما رحت وقعدت مع بعض معي وقال لي في المستشفى هو مش محتاجك في مجلس الإدارة الدورة بتاعت 2021-2025 لكن محتاجك في حاجة تانية بيفكر هو فيه للنشاط الرياضي بالنادي ما خبيش عليك أنا كنت منفعلي جدا كنت مدائق جدا وقلته طيب يعني دين فرصة فكر يعني أنا حمشي وحفكر وخليني أخد قراري براحتي خالص قال لي خد راحتك أنت لسه قدامك لحد بكرة بس واتكلمت كابتن محمود أتطمن عليه قال لي إبراهيم أنا عايزك أنا معلش أنا آسف وأنا تعبان وأنا ظروف الصحية أنت عرفت قلت له أنا عارفت يا كابتن وربنا يقومك بالسلامة قال لي بس أنا عايز أعود أتكلم معك وأشرح لك وقت النظر الثاني يوم الجمعة رحت لكابتن محمود في المستشفى اللي كان فيها وقابلته وقعدت معاه وأنا رايح يعني كانت القرارات الداخلية متضاربة لا حنزل لا مش حنزل لا مش عارف إيه يعني قرارات كتيرة جدا رحت قابلت كابتن محمود وطمنت عليه وكلام ده كله أعرض علي وجهة النظر بتاعته وزي ما هو ما بيقول الموضوع عشان اقتنع بأن وجهة النظر دي ما خدش أكتر من ثلاثة أربع دقائق ما خدش أكتر من ثلاثة أربع دقائق لأن أنا شفت هل وجهة النظر دي مجرد وجهة نظر بتتقال عشان إبراهيم يطلع بنا مجلس الإدارة ولا في رؤية في حتياج النادي في مكان تاني أنا شايف أنت الأقدر عليه بالزبط كده يعني توزيع المهام بالزبط كده الكلام مشي على فكرة زي اللي بيتقال في الندوة بالزبط ندوات كابت المحمود زي اللي بيقوله دايما هو ده اللي حصل بالزبط إبراهيم أنت معي في الأربع سنين الفاتوا وشايف النشاط الرياضي إحنا عندنا عجز في النشاط الرياضي حوالي 200 مليون جنيه سنويا على طبقا لآخر سنة 180 ونعتقد أن فيه تزيادة سيبقى من 200 إلى 222 مليون جنيه فمحتاج تطوير في المكان أنا مش قادر إحنا مش هنقدر كنادي نكمل بالطريقة دي طيب إحنا عايزين نطور الحتة دي وأنا شايف أن أنت الأقدر أصلح واحد وأقدر واحد تقدر تطور الحتة دي أنت متخصص فيها شايفك مهتم بيها في الأربع سنين شايف ليك قراء في الأربع سنين خبرات كبيرة فيها ابتدي تعالى ونشتغل ونشوف المجلس لو ربنا وفقنا إحنا كمجموعة هنشتغل فيها المشكلة طب هدخل المجلس وحشتغل وحساعدك وما تدينيش مهمة تانية غير المهمة دي خلال الأربع سنين لحد ما قلص خالق أنا لا أنا مش عايز حد عضو مجلس الإدارة وده اللي هو برضو بيقوله في ندوته دايما لعشان نقول إن الكلام واحد وكلام متصق وإن فيه رؤية لا يا مراهيم دايما عضو مجلس الإدارة اللي قعد على الكورسي جوه لما بييجي يشتغل في اللايحة إحنا كلنا بن قدمين وعندنا نقاط ضعف ولما بنيجي نعمل حاجة ممكن نبختار مصلحتنا الشخصية بشكل أو بآخر أو بنفضلها أو من غير ما نشعر بنحط حاجة تبقى في إطار مصلحتنا الشخصية أنا مش عايز الكلام دي وأنا عاين دي اتنين ممكن يعملولي الكلام ده أنت واحد منه وأنا محتاجك أن أنت تشتغلي في الحتة دي والمشروع ده أو البروشيك ده ممكن ياخد من سنة ونص سنتين ثلاث سنين بس عايز في آخر الثلاث سنين دول وقبل دورهم تخلص يبقى نشاط الرياضي وعيد هيكلته تماما 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 الحوار ده ضر لمدة ثلاث دقائق والثلاث أربع دقائق وصراعات بقى داخلية كتيرة طبعا وقرارات وساعتها قلت طب يا كابتن لو أنا قلت لك لأ وقررت أنزل الانتخابات قال لي ما حقك أي حد من جمالهم وينزل الانتخابات بالظبط طب حضراءك هتزعل قال لي بالصرف أن أنا مش قدسة حزعل أو مش حزعل أنا عندي رويا وعندي مجموعة عمل وعندي ناس عايزين عايزهم يطبقوا لي ده وينفزوا لي ده على أرض الواقع موزع الخبرات والقدرات على المهم المطلوبة بالظبط كده بالظبط كده أنت واحد من الناس دي ومش والمشروع ده بالذات عايزك فيه بس من خارج المجلس اللي حاجات كتيرة وبدون الدخول في تفاصيل فيها قلتوا طب ولو نزلت قال لي لو نزلت وربنا وفقك هتبقى واحد من فريق مجلس إدارة النادي الأهلي وهتشتغل بس المشروع ده مش حيبقى موجود معاك مش معاك أنا رؤيتي في المشروع ده في حتة تانية أنا ساعتها يعني مش عايزة أقول لك لأ زعلت يعني أنا كنت زعلان لأن ده مجلس لصدارة النادي الأهلي صحيح ولأن ده النادي الأهلي وانت قديت والحمد لله قديت كويس قوي لكن ساعتها كان عندي حاجة من اثنين صراعة من اثنين احنا مش عايزة أقول واجعين دماغ الناس لكن احنا دايما بنقول شعارات للناس شعارات دينا ما حتيجة تطبق علينا هنطبقها على نفسنا لحظة الاختبار واللي هنعمل كده ونيجي على جنب لحظة الاختبار بالزبط اللي كمال بيع حافظ قال له اخرص بالزبط كده اللي قال لي ما يتقالش انه يتزويره وهو يتكلم على نفسه ودي الخبرات اللي احنا أولاد النادي اللي تربنا جوه النادي صحيح تعلمناها صحيح وساعتها بنتطبقها صحيح وعلى فكرة نفس القصة دي أنا مش أنا بس لا فيه أحسن مني وفيه أكبر مني وفيه يعني سنة 92 اللي هو مبروك متولي الله ارحمه لما اتقاله من فضلك ما تنزلش عشان كابتن حسن حيبقى معك كابتن صالح ما نزلش وقف سند القايمة صحيح فأنا مش بعمل حاجة جديدة عن النادي الاهلي ولا أي حاجة وكابتن خطيب حتى بعد كده دورتين وهو مش في مجلس الهدرة 96 وكان بيساند بالزبط فأنت النهاردة بتقول بقى أنا عمل أقول للناس الأهلي فوق الجميع حيجي علينا حننفذوا وبقى أنا فوق الجميع ولا حقول لأ أصلا أنا كان قصدي الجميع اللي أنا أيوة لا ده كان القرار لحظة الاختبار أنا موافق كابتن وعايز أقول لحضرك حاجة أنا يعني بالصدفة كان عندي مأمورية تابعة الشغل في دبي تاني يوم سافرت لمدة 9 تيام تقريبا من تاني يوم يوم السبت وأنا في الطائرة قد بدت أشتغل في المشروع ده بدت أحط التصوري بدت أحط الأسامي اللي ممكن أستعين بيها بدت أشوف أنا ممكن أعمل إيه في الموضوع ده وأتخيل طب إيه اللي إحنا كنا محتاجين بدت طلع يعني ابتدت شغلي فعلا فعلا من تاني يوم خلاص الموضوع انتهى زعلت أه زعلت أتمنى أن أنا أبقى في مجلس الإدارة كنت أتمنى أن أنا أبقى في مجلس الإدارة ده أي حد في مصر يتمنى أن يدخل قوضة مجلس إدارة النادي الأهلي فما بالك أن أنت عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لكن لما تيجي في الحتة دي لا يبقى دي مصلحة النادي وأنا فعلا لأن أنا من خلال عملي مع كابتن محمود اللي أربع سنين ومع مجلس إدارة النادي الأهلي أنا مستشعر الخطر الموجود في النشاط الرياضي ويمكن إحنا زي ما كابتن محمود قال في ندوته ولما قال في الجوالات الانتخابية اللي بيقولها إحنا كنا بعيدنا عن النادي فترة فلما جينا ما كناش متخيلين حجم المهام اللي مطلوبة في النشاط الرياضي وتطوير المطلوب فأنا شايف أن دي مأمورية كبيرة ومسئولية كبيرة لا تقل عن مسئولية مجلس الإدارة ولا تقل عن مسئولية أي واحد من النادي الأهلي بالعكس يتعلق بأجندة ضخمة أعتقد أنها خلي بالحضر أنت بتعمل إعادة هيكلة لكيان بقاله 100 سنة أي واحد يعني ده يماثل أن أنت بتعمل إعادة هيكلة لقطاع عام بالظبط لشركة من شركات القطاع العام بالظبط إعادة هيكلة لحاجة كبيرة جدا أتمنى يعني خمس تلاف رياضي تقريبا خمس تلاف رياضي دول اللي بيمارسوا الرياضة لكن إحنا فوق عن خمسة وعشر تلاتين ألف طفل مشترك في الألعاب عندنا عندنا إحنا عندنا تسع ألعاب لكن بالألعاب الماء يبقى وصلين 14 لعبة عندنا عضويات جديدة أعتقد العدد ده ممكن مع نهاية الدورة الجاي هيوصل لخمسين ألف طفل مشاركين في الألعاب وأكاديميات عندنا أكاديميات خارجية عندنا تطلعات لأكاديميات برا مصر عندنا حاجات كتيرة جدا جدا أعتقد أن المشروع أتمنى من ربنا أن أنا أكون أهل لي وأن أنا أكون على قدر المسئولية في حاجة كده لأنها حاجة كبيرة قوي قوي وعلى قد ما أنا مبسوط أن أنا كنت عند حسن ظن كابتن محمود والمجلس الإدارة أن هم ياخدوني في خطة أو الخطة بتاعة المجلس أو بتاعة المجموعة المرشحة الدورة دي للدورة الجاية على قد ما أنا خايف لأنها مسئولية كبيرة ده النادي الأهلي ما بيحتملش التجربة أنت مش نادي صغير لسه تحت الإنشاء لأن الناس بتقولك إيه برضو عشان الناس بفهمة الحجم الراجل المرشح لرئاسة النادي الأهلي ده رؤيته إيه ووجة نظره إيه لما حرج بتيجي تعمل نادي جديد أنت بتعمله من العدم فتقدر تشكله بأي حاجة دي طينا لسه لأينا بتشكلها بأي شكل بالضبط الشكل الجديد بتاعها قطاع بقى خاص قطاع عام تعمله كذا زي ما بكبني في أي مكان فاضي بس كده إنما داخليا أنك تطور حاجة قائمة وفكر أنت محتاجت تشتغل على اتجاهات كتيرة قوي قوي محتاجت تشتغل على الأجهزة الإدارية محتاجت تشتغل على الأجهزة الفنية محتاجت تشتغل على الأعضاء والسادة الأعضاء عشان يبهم السند بتاعنا إن هم الأساس اللي أنت حتطور من أجلهم فلازم يبهم مقتنعين بفكرة التطوير ولازم يشوفوا ده ولازم يبهم اللي مسندينك وقفين في ظهرك محتاج إن اللعيبة والأجهزة الفنية تبقى فهمة حاجات كتير قوي قوي محتاجين مسندتهم أعتقد يعني إنها يعني مسئولية كبيرة يا رب أكون قدها لكن أعتقد إن النادي الأهل يستحقها